اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تصميم الدوار ده انا عبدأه معاك خطوة خطوة وعلى فكرة والله دوت من اسهل الحاجات اللي موجودة ولكن هو عايز اللي انت يكون عندك شوية نظام بس وشوية ترتيب للشغل ولكن هو حاجة ممتعة وحاجة بسيطة وحاجة جميلة جدا طيب انا اول حاجة بالنسبالي ايه هو انا اول حاجة بالنسبالي عشان ابدأ اعمل الكوردور بتاعي لازم اول حاجة محتاج alignment طيب ايه بالنسبالي ال alignment اللي عيمثل around about هنا ال alignment اللي عيمثل around about هنا هي عبارة عن السيركل اللي باللون السيان ده طيب فانا اول حاجة جدا محتاجة محتاج اللي انا ارسم ال alignment بتاعي طب ارسم ال alignment بتاعي ازاي انا بمنطقة البساطة اروح من alignment وهروح من alignment creation tools تمام ده مثلا عسميه عبارة عن around وانا يا نوت مش عديله سرعة تصميمية لان زي ما حاطرتكم كده عتشوفوا لما اجي ارسم التصميم بتاعي انا مش هعمل vertical curve فما يهمنيش ان انا اعمل سرعة تصميمية طيب فهنا هوا هقوله ده ال style بتاعك وال label مثلا ولي اكون خليه ال label ده وعبدأ هقوله اوكي طيب انا دلوقتي ده بالنسبالي circle يعني عبارة عن curve فانا دلوقتي عايز ارسم curve هترسم curve منين بناءا عن الامر دوت اللي هو اسمه ad fixed curve طيب انت دلوقتي عترسم الفكس كيرب بتاعك ازا انا انا عارسم fix your curve عن طريق three point طيب عن طريق three point ازا اهما три point impactful بifie بدأت تضغط على الامر واقول له اول نقطة بالنسبالي هي منطقة ال intersection اللي موجودة هنا وانا اخرى نقطة بالنسبالي هي منطقة ال intersection اللي موجودة هنا واخيرا تالت نقطة بالنسبالي وهي منطقة ال intersection اللي موجودة هنا وعبدأ اقول له اوكي عاتلاه كده زي ما قدام حضرتك هوا كده هو ترسم لي المصار بتاعي ولكن المصور بتاعي بقى كده عبارة عن نص دائرة تمام انا عايز ارسم النص التاني فعشان حضراتك تكمل الموضوع ده لازم تكون عارب الفرق ما بين الفيكسد والفلوتنج الفيكسد دي بترسم حاجة غير متصلة بما قبلها و بما بعدها انما الفلوتنج لازم يكون فيه حاجة قبلها او حاجة بعدها عشان تقدر تربط معها ويبقى الشكل كله كامل على بعضه فانا هنا هو محتاج ارسم ايه محتاج يبقى الشكل كامل على بعضه فمحتاج ارسم الفلوتنج بتاعتي طيب ايه عارب حاجة بالنسبالي لو دخلت على مور فلوتنج كيرف عليها حاجة اسمها فلوتنج كيرف فروم ايدنتيتي ومن خلال السروق بوينت اللي انت هتديله اخر حاجة رسمتها عشان يربط معها وتديله اخر نقطة انت عايز تربط عليها طيب الكلام ده عيتم ازاي في اخر حاجة رسمتها هي عبارة عن الالامنت ده واخر نقطة عايز اقفل عليها هي عبارة عن نقطة الانترسكشن اللي موجودة قدام حضرتك انه هو وهتبدأ تقول له اوكي هتلاقيه زي كده ما حضرتك شايف بقى بالنسبالك هو هو دوت الالامنت بتاع حضرتك وبقى كامل كله مع بعض طيب فدي كده هو اول حاجة بالنسبالنا اللي احنا نعمله الالامنت بتاعنا طيب تاني حاجة بالنسبالك حضرتك محتاج ايه محتاج ترسم البروفيل التصميمي بتاعك فعبدأ الاول كده اضغط على الالامنت بتاعي واقول له من سيرفز بروفيل سقطلي الالامنت دوت على الارض الطبيعية بتاعت الان جي ال وده سميه مبارة عن الروت تمامو عبدأ قلو كريه بروفيل فيو وليكن مسلا حطه عندي في المكان ده طيب حضرتك داتي محتاج تزبط ايه في البروفيل ده محتاج تزبط الاليفيجن هايت بتاعه فعطي تضغط عليه كليك يمين ومن بروفيل فيو بروبيرتز عتخش عند اليوزر اسبيسفايت هايت وتقول له انا مثلا وليكن عايز ابدأ من الف وعشرة وعايز انتهي عند الف وعشري وعبدأ اقول له قبلو ايه اوكي طيب يبقى انا كده وزبطت البروفيل بتاعي لسالة اللي انا ازبط وارسم التصميم بتاعي طيب حاجة بقى مهمة جدا لازم حضرتك تبقى واخد بالك منها ايه هي ان انا ده الوقت عشان اجي ارسم التصميم ده مش لازم التصميم ده الراون ده اباونت اللي قدام حضرتك ده بيمر بطريق من هنا وبيبر بطريق من هنا فلازم يحترم الطريق دوت ويحترم الطريق ده عشان يربط معهم طبعا طيب فانت دلاتي محتاج ايه محتاج تعرف البروفيل التصميمي وليكن هو ده بالنسبة لي اول اللي مت اللي هو عبارة عن الRD01 ودوت الRD02 فالRD01 انا عايز اما اجي ارسم البروفيل التصميمي بتاع الراون ده اباونت لازم احترم النقطة اللي موجودة هنا ولازم احترم النقطة اللي موجودة ينوض بمناسيب البروفايل التصميمي بتاع الاردي زير واحد طيب هاقدر اعمل الكلام ده ازاي زي ما قلت لحضراتك في الدروس السابقة ان من بويند من بويند كريشن طولز هتلاقي اسأل حاجة بالنسبة لك من عند اختيار بتاع الالايميند هتلاقي حاجة بتسمى بيه الليستيشن اوكس طيب هايقول لك سلك على الالايميند بتاعك هاقول له الالايميند بتاعي هو دوت الالايميند طيب عايز المنصوب بتاع النقطة دي يتخب مين عايزه يتخب من الديزاين بتاع الاردي زير واحد تمام وهي عبدأ اروح عند منطقة الانترسيكشن اللي موجودة قدام حضرتك هنا وحط نقطة هيقول لي انت عايز تعمل لها افسد لا طبعا انا عايزة بنفس مكانها فعبدأ اقول له اوكي يبقى انا كده عملت اول نقطة بالنسبة لعايز النقطة التانية اللي موجودة هنا اهوه فنفس الكلام هيقول له برضو انا عايز اروح عندة منطقة الانترسكشن اللي موجودة عند حضرتك هنا وينه اقول له اوكين انا كده اعملت اول نقطتين اللي عربط بهم معه الاردي زير واحد طيب محتاج النقطتين التانيين اللي موجودين هناوت prelimyes اللي عربط بهم مع الاردي زيروتنين صاح كده فبمنتهى البساطة عبدأ برضو نفس الكلام من point يا اقول له point separation tools وينه اقول له من عند alignment اقول له station offset ليه ال alignment ده. ويدement المنصوب بتاعته ياخده من الديزاين بتاع الار دي زيرو ا2 ويه عروح عند منطقة برضو الانترسكشن اللي موجودة عند حضرتك هنا هو واقول له الAAAA ويه برضو نفس الكلام عروح عند منطقة الانترسكشن اللي موجودة عند حضرتك هناه ويه برضو عقول له الافست زيرو وكده هو تيبة انا جاهز ان انا ابدأ ارسم البروفايل التصميمي بتاعي طيب انا دهsix الالامنت عشان الكلام بتاع الجيومتري جوينت دوت ما يدايئنيش في حاجة فأخش من اللايمنت روبرتز انا اسف هخش من ادت اللايمنت ليبل واروح جايش هاي الاشجيومتري بوينت دي وعقول له ابلاي واوكي طيب انا دلوقتي لسا لي لسا لي بقى اسقط النقط دي على البروفايل التصميم عشان ابدأ احترمها صح كده فابدأ اروح على طول على البروفايل بتاع الراون ده اباوت وقول له انا عايز اعمل بروجيكت اوبجيكت تو بروفايل فيو عايز اسقط اوبجيكت على البروفايل ده طيب الابجيكت ايه عبارة عن النقطة دي ويه عبارة عن النقطة دي ويه عبارة عن النقطة دي ويه عبارة عن النقطة دي وعبدأ اقول له اوكي عايقل للنقطة دي بالمناسيب دي عايقل له طبعا فاوكي طيب لو رحت كده حضرك عند البروفايل بتاعك عتلاقي يعمل لك النقطة هلا عايز يبدأ منها ودي النقطة التانية والتالتة والربعة طب هو عينه منين طيب لو جد حطيرك بصيت هنا هو هتلاقيه ماشي معاك كده هو فهو ناهي يعتبر عند نفس النقطة دي عند نفس المنصوب ده ولكن عند station النهاية فبمنطقة البساطة عاست دي في النقطة دي عطفها هنا ازاي عشان تحترمها برضو تضغط على البروفايل بتاعك ومن تقول له station television وتقول له انا هنا هو محتاج نقطة الاند محتاج نقطة النهاية والمنصوب بتاعه تبدأ حدراك تنقله من اول منصوب موجود هنا هو عبارة عن 10-11-55-1 وتقول له اوكي هيبدأ يحط لك النقطة انا هو كده حضراك اللي قدامك اللي انت ترسم البروفايل التصميمي بتاعك فهتبدأ تضغط على البروفايل وتقول له من بروفايل create profile by layout لبروفايل ده عيب اسمه عبارة عن around design تمام وهنا زي ما قلت حضراك انا مش هفعل سرعة تصميمية لان انا مش هعمل كربات فعبدأ اقول له اوكي تمام وعبدأ اقول له انا عايز اعمل draw tangent من عند النقطة دي لحد النقطة دي لحد النقطة دي ولحد النقطة دي واخيرا لحد النقطة دي وعبدأ اقول له اوكي يبقى انا كده بروفايل التصميمي بتاعي رسمته طيب يبقى انا كده خلصت من اول مرحلة اللي هي رسم ال اللهي منت بتاعي وتاني حاجة خلصت منها وهي رسم الكطاع التولي بتاعي وهو ما يعرف باسم البروفايل طيب تالت حاجة محتاجها ايه انا ينوم عندي super elevation فالسالي تالت حاجة وهي عبارة عن الكطاع العرضي او ما يعرف باسم الصبقة السمبلية الصبقة السمبليةquin لو كده حضرك بست عليه هتلاقي ان انت عندك نوات منطقتين في اول حاجة منطقة بيربط هناو مع سايد ووك وينهو بيربط مع حارة حضودها السيركل اللي قدام حضرتك ده في المنطقة دي كده وفي المنطقة التانية اللي هو بيربط مع سايد ووك وبقري كده بيربط في المنطقة دي مع حارة وبيربط مع سايد ووك مرة اخرى وانا جيت هناو موضحها لحضرتك في الشكل ده ودي قيمة اللي انت ينوات عند لو حضرك وقفت عند كل بولي لاي من ده كدوات وحطيت نقطة ينهوت النقط دي عادفيدك جدا وانت بترسم الكوريدور لان الكوريدور عيتم على كذا مرحلة طيب هيتم لي على كذا مرحلة هيتم على كذا مرحلة منعا ان انت حضرتك تطلعه طيب فانت كده بالنسبة لك عندك منطقتين وزبطت النقط بتاعتك فانا ينوم زبطها سريعا عشان الفيديو ما يتوالش فعب دي اخد النقط دي select similar ويعقودها عندي ينوى كوبي ويعروح ينوى اقول له اعملها بستة original coordinate طيب اصبح النقط موجودة قدام حضرتك بلاتي انا لسا لي لسا لي احضر الاسمبلي ان واحد بيحتوي على المينو سايد ووك ومعا كيرب ستون وسايد ووك وعلى شماله حارة وواحد تاني عبارة عن على المينو سايد ووك وعلى شماله حارة ويه سايد ووك فانا اختصارا للوقت جاهزت كده لحضرتك L2 assembly عشان بالإذن الله نبدأ بالشغل على طول وتقدر حضرتك برضو لو عايزت تشوف رسم الاسمبلي ترجع للدروس الساويقة وتشوف ان احنا رسمين كل حاجة الحمد لله بمنتهى البساطة فده اول assembly بالنسبة لي وانا هنا هو كده هو مديله الاسم عبارة عن round L اللي هو عبارة عن لين فقط وهنا هو عبارة عن راوند LS اللي هو لين وي سايدوك طيب تبدأ بعد الوقتي من السالك LS حضرتك اللي انت بقى تبدأ تكارية الكوريدور بقى تبدأ تقول له من كوريدور كريت كوريدور تمام الكوريدور ده اسمه راوند كوريدور وعايتعامل مع الالم انته اللي اسمه راوند بالبروفيل التصميم بتاع الراوند ديزاين وعايخد وليكن اول حاجة اللي هو راوند L والtarget surface هو الارض الطبيعية انا هنا بقى اوريك حاجة محترمة جدا انا اول حاجة فيه الفريكوانسي هخليه وليكن كل متر وهنا كل متر وهنا كل متر وعبدا اوقف كل الكلام ده مش لزمني في حاجة تمام وهنا برضو كل متر وليكن برضو اخلي في الكرفات وليكن اخلي في الكرفات مثلا كل خمسين سمتي وعبدا اقول له اوكي وعلمك ان شاء الله حاجة مميزة جدا ان انت مش هتحتاج تعدل في كل الفريكوانسي اللي هيبقى موجود انت هتعدلو بمونطقة البساطة بحاجة اسمها ماتش براميزة بس طيب انا دلوقتي مفروض ابدأ منين مفروض ابدأ من الزيرو اول منطقة عندي من عند الزيرو لحد نقطة النود اللي قدام حضرتك دي فاقول له عندي نقطة النود اللي موجودة هنا هم وده كده بالنسبة لي اول حاجة طيب وعبدا اقول له اوكي سيبك بقى داتي من التارget انا ازبط لك كل الكلام ده دلوقتي طيب تاني منطقة بالنسبة لي تاني منطقة بالنسبة لي اقول له ادريجون المفروض من نقطة النود اللي موجودة عنده حضرتك هنا هم لحد نقطة النود اللي موجودة عنده حضرتك هنا هم وده كده تاني حاجة وده المفروض تاخد انيوة اسمبلي تاخد الاسمبلي اللي هو راوند بتاع ال ال اس اللي هو فيه لين وفيه صيدوك طيب سيبك برضو من التارget هنبدأ ندلسه اوكي تمام انا يجي هنا هوت برضو ااخد هنا هوت من النود عنده حضرتك اهو هي حد النود اللي موجودة هنا هوت تمام وعبدا اقول له دي هتاخد عبارة عن ال راوند لين اشان فيها حارة فقط واقول له اوكي طيب وعبدا اقول له اوكي طيب انا هنا اكمل المناطق دي قدام حضرتك اشان برضو الفيديو ما يتوال شويه ارجع لحضرتك مرة اخر طيب انا سبت كدوات لحضرتك اخر منطقة كدوات ان شاء الله نعملوها مع بعض اللي هي عبارة انا هنا هو بقى عملت كل واحدة من عند النود وكل واحدة ديتها الاسمبل الخاص بيا فعبدا اقول له اخر منطقة عندي بالنسبة لي من عند من عند نقطة الانترسيكشن او من عند نقطة النود اللي موجودة عند حضرتك هنا هو هي من عند نقطة النود اللي موجودة عند حضرتك هنا هو لحد نقطة الانترسيكشن اللي هتبقى موجودة هنا هو اللي هي بالنسبة لي هتبقى النهاية عندي اللي هي نقطة الانترسيكشن اللي موج وده ينوعه ده هياخد بالنسبة لي الراوند الين فقط واقول له اوكي واسيبك برضو من التارجيت طيب انا دلوقتي هل عخش على كل واحد اعدل الفريكوانسي بتاعه لا انا اعلمك حاجة جميلة جدا وحاجة بمنتهى البساطة بس قبل ما اعلمها لحضرتك لا انا اعلمك حاجة بمنتهى الجمال وبمنتهى البساطة ان حضرتك هتضغط على الكوريدور ده تمام وهتقول له انا عايز اعمل ماتش براميترز الماتش براميترز اللي موجودة قدام حضرتك هيقول لك أني وريجون اللي عايز تعمل منه ماتش اقول له الريجون ده طيب هنا بيقول لك هنا لازم تشوف دي select region barometerز فتضغط عليها انا هنا وعايز يعمل ماتش على ايه على الفريكوانسي بس مش عايزه طبعا يعمل على الاسيمبلي صح فعقول له لا انا عايزك تعمل ماتش على الفريكوانسي فقط هيقول لي ايه اللي ستة اللي عايز تعمل لها الماتش ده هيقول له اللي ستة كلها بتاعت الراوند كوريدور وهي عبده يقول له اوكي وابده اضغط انتر هتلاقيه زبط لك الفريقونسي في أقل من ثانية لجميع المناطق اللي قدام حضرتك طيب كده أنا النقطة اللي تنقصني مرة أخرى اللي هي اللي أزبط التارجت فأنا لو جت حضرك وقفت عند الكوريدور ده تمام وقلت له edit target للمنطقة دي ودقت حضرك تضغط enter تمام وتبدأ تمسك side side فاعتاخد نوات الريد بالنسبة لك فاقول له حدود السيد وقف اتجاه الريد هي البولي لاين ده وحدود الحارة اللي موجودة عندي في اتجاه الليفت هي عبارة عن السيركل اللي قدام حضرتك ده وعتبدأ تقول له apply وأوكي طيب هل أنا برضو هاعد أعمل التارجت في كل منطقة من دول لا أنا برضو هعمل لك match properties ولكن على المناطق اللي بتحتوي على لين فقط تمام فأبدأ أقول له أنا من هنا وعايز أعمل match parameters ليه من الريجون ده ويعقول له البرامترز بتاعي عايبقى عبارة عنه أنا عايزك تعملي على التارجت وإيه الاسمبل طبعا هو كده أخذ الاسمبل بس احنا عادي عن نعملوها مع بعض طيب عايقول لي الليست ده الليست ده عايز كل حاجة اللي هي واخده الاسمبل بتاع اللين ده عشان نفس التارجت هو هو عايبقى على المينو سيدوق وعلى المينو وعلى شماله حارة عبارة عن السيركل ده فأقول له أنا عايز كل حاجة فيها الال فأقول لهو ده كده عبارة عن الراون دي اللي دي رقم واحدة هي ودي كده رقم اثنين تمام ودي دي كده رقم ثلاثة وقادي دي كده رقم أربعة وقادي دي كده رقم خمسة يبقى أنا كده أخدت كل حاجة بتحتوي على اللين زي ما قدام حضرتك أخدت دي رقم واحد دي رقم اثنين تلاتة أربعة ودي رقم خمسة ليه آخر حاجة وابدأ أقول له اوكي وابدأ أضغط انتر هتلاقي زبط لك التارجت في كل المناطق دي بمنتهى البساطة طيب كده اللي ينقص حضرتك كده اللي ينقص حضرتك ان انت تزبط المنطقة دي تمام فهتبدأ تضغط عليها وقول له ايدي التارجت ليه المنطقة اللي قدام حضرتك دي وابدأ أقول له انتر تمام وامسك سايد سايد أقول له في اتجاه الرايت أنا عندي نوض سايد ووك عبارة عن المنطقة دي تمام وفي اتجاه الليفت وفي اتجاه الليفت أنا عندي البولي لاين ده عبارة عندي عن البولي لاين ده أو السيركل أو أنا آسف أو البولي لاين اللي بلوني سينا اللي تحت منه اي حاجة منها مش هتفرق تمام وقول له عندي سايد ووك عبارة عن البولي لاين اللي قدام حضرتك It's cool مع اي لدي الحارات هنا البولي لاين ده مالزيدة أو Export في اتجاه الرايت عندي سايد ووك عبارة عن البولي لاين ده تمام وعندي في اتجاه الليفت عندي حارة المفروض هي عبارة عن السيركل اللي موجود قدام حضرتك ده او اللين دي تمام وعندي الاربان سايد ووك عبارة عن البولي لاين ده وابدا اقول له اوكي وابدا اقول له ابلاي واوكي طيب هتلاقي زبط لك المنطقة دي فانا برضو اختشارا للوقت لاني هنا وهينا نفس الفكرة فا ابدأ اعملهم وارجع برضو لحضرتك مرة اخرى طيب ادي هنا وهو كده هوت زي ما واضحوا قدام حضرتك كده هوت انا زبطت لك المناطق كلها ودي كده هوت كل حاجة عندي جاد طيب ايه كده للسالة 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 ان انا ابدأ بقى ينوت استخرج الفيتشر لاين بتاع الكوريدور دوت تمام واعمل منه سطح دي رقم اثنين ورقم ثلاثة عبدأ اعمل بقى ينوى كدهات مناطق التقطع بتاعتي واحضر الاسمبل بتاعي اللي هو اصلا هيكون جاهز ان عبارة عندي عن في اتجاه الرايت عبارة عن حارة هيبقى التارجد بتاعك سواء في العروض او في المناسيب هتاخد من البروفايل التصميمي دوت وهياخد من الفيتشر لاين دوت وهي نفس الكلام هيبقى عندي على شمالي هو السايد ووك ودوت باذن الله ان شاء الله اللي عيتم شرحه ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي عشان ما طولش على حضرتك وباذن الله ان شاء الله التقطعات في الفيديو الجاي باذن الله هقولها لحضرتك بطريقة الفيتشر لاين وهقولك باذن الله كمان ان شاء الله حاجات مميزة ارجو ان شاء الله باذن الله اكون قدمت حاجة مميزة للناس واتمنى لكم جميع التوفيق والسادات باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة